ما زلنا نعتقد في إمكانية التوصل لهدنة طويلة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن تصريح لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أوضح به هدف بلاده من الدفع باتجاه إنجاز سفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المباحثات تدور وسط أجواء من السرية في العاصمة الفرنسية باريس بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر وتقول بعض التسريبات إن الاتفاق في حال توقيعه سينفذ على مراحل إذ تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين المدنيين الإسرائيليين مع الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي وهو ما يتعارض مع مطالب حماس التي تريد الإفراج عن مئة أسير فلسطيني مقابل كل محتجز مدني للاحتلال ويزيد عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل أسرى جيش الاحتلال الذين سيفرج عنهم في مرحلة تالية وبحسب المتوفر من المعلومات فإن الهدنة قد تستمر لنحو ثلاثة أشهر إذ لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض فكرة إنهاء الحرب وتؤيد فقط وقفا مؤقتا لإطلاق النار ربما يسمح بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة ثم ربما يستأنف كيان الاحتلال حربه ضد القطاع مرة أخرى بحسب محللين بعد أن يكون قد تخفف من حمل مسؤولية ملف المحتجزين والأسرى في غزة في المقابل ثمت من يرى في الهدنة الطويلة فرصة قد تفضي إلى إنهاء الحرب إذ من المرجح أن إسرائيل ستفقد زخم العمليات العسكرية ولن تستطيع العودة بنفس القوة بعد هدنة طويلة تسمح ببدء محاسبة نتنياهو داخليا على مسؤولياته عن الفشل الذريع في السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي اشتركوا في القناة